وعلى صعيد نفسه التقى محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل خلال زيارته إلى قضاء بلد ممثلي منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية وعدد من مدير الدوائر الخدمية وبحث معه ما تحتاج إليه المدن المتضررة من مشاريع وخدمات لدعم الاستقرار فيها والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تقف حاجزا أمام إنجاز المشاريع الخدمية وضع الحلول الإيجابية بما يضمن إنشاء المشاريع وتوفير الخدمات الضرورية في المناطق المحررة وأكد المحافظ حاجة المدن الفعلية لدعم المنظمات لها من خلال المشاريع الخدمية بالتنسيق مع حكومة المحافظة حتى تعود الحياة إلى المناطق المتضررة ترجمة نانسي قنقر